أثمار التعاون الأمريكي الروسي كما يراه الرئيس الروسي فلادمر بوتن هي إمكانية إنشاء منطقة لتخفيف التوتر في جنوب سوريا هذا التعاون الذي فنده بوتن في مجال مكافحة الإرهاب لم يحقق مصلحة سوريا وروسيا فقط وإنما دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا في مقابلة مع قناة روسيا 24 لأن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وقعت خلال الجلسة العامة لاجتماعي أستان الرابع في العاصمة الكازاخية في الرابع من أيار الماضي على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر كما اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ما في مدينة هامبورغ الألمانية مؤخرا على إقامة منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا بوتن قال إن أهم مناطق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية هي الحرب ضد الإرهاب والتعاون في سوريا والحد من أسلحة الدمار الشامل مشيرا إلى أن موسكو اقترحت على واشنطن أكثر من مرة التعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية لكن الجواب كان اتهامات لا أساس لها وفيما يتعلق بفرض عقوبات أمريكية جديدة على بلادها كدبوتن أن روسيا لن تترك الخطوات العدائية بحقها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من دون رد انتظرنا طويلاً عسى أن تتجه الأمور نحو الأفضل وكنا نعمل في حدوث تغير إيجابي في هذا الوضع لكن تمين أن ذلك لن يحصل قريباً إذا قررت أنه يجب إظهار أننا لم نعد مستعدين لترك الأمر دون رد يذكر أن روسيا ردت يوم الجمعة الماضي على العقوبات الأمريكية الجديدة تجاهها بخفض مستوى التمثيل الأمريكي على أراضيها ليصبح موازياً لمستوى التمثيل الروسي في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر